شرعت وزارة الإسكان صباح اليوم بتوزيع عقود انتفاع الدفعة الأولى من مشروع مساكن بمنطقة اللوزي في المحافظة الشمالية على المستحقات من الفئة الخامسة وذلك وفق قرار وزير الإسكان رقم 909 لسنة 2015 وقال وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر على هامش التوزيع إن مشروع مساكن يعد تجربة رائدة في توفير السكن الملائم بما يوفر الأمان والاستقرار الاجتماعي والأسري للمرأة البحرينية وأبنائها متملا بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظ الله ومتابعة سموها الحثيثة منذ انطلاق فكرة المشروع في عام 2009 الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت بإجراءات تسليم عقود الاندفاع من خلال قيام قسم الشؤون القانونية بإدارة الخدمات الإسكانية بتقديم محادرة نظرية تضمنت أبرز البنود التعاقدية والأمور القانونية والمالية التي يتعين على المستفيدات التقيد بها لدى اندفاعهن بالشقة السكنية فضلا عن تعرفهن بإجراءات توثيق العقود واستلام مفاتيح الشقة السكنية أرفع خالص التهاني إلى صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدة بهذه المناسبة بناسبة توزيع مشروع مساكن على المستفيدين من الفئة الخامسة اللي في الواقع طبعا يعكس مدى اهتمام سموها والمجلس الأعلى للمرأة بكل فئات المرأة في البحرين الفئة الخامسة في الحقيقة لم تكن مدرجة من ضمن معي وزاة الإسكان إنما تم إدراجها بفضل الجهود الكبيرة اللي بظلها المجلس الأعلى للمرأة برعاية صاحبة السمو وفي العقيقة أحنا سعيدين بهذه المرحلة بهذه اليوم اللي نرى في المستفيدات من الفئة الخامسة من خلال مسيرة وجهد كبير ترجمة نانسي قنقر